يعقد المجلس الثقافي البريطاني جلسة تعريفية مع قبل السفر للمبوثيم الجدد ما هي الوسائق المطلوب تسليمها مع طلب التقدم؟ يجب على المتقدمين تزويد المجلس الثقافي البريطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالوسائق التالية قبل التاريخ الانيائي المعلن لاستلاميا طلب الالتحاكم حتيسبان بما في ذلك تفاصيل الاتصال بمرجعين أكاديميين بصائد تسبب كون المتقدم موظفاً في جامعة فلسطينية وأنه يطيب الأراضي الفلسطينية المحتلة رسالة ترشيح من جامعة فلسطينية دليل على كون المتقدم موظفاً في جامعة فلسطينية دليل على السجل الأكاديمي الخبر العملية مثل علامات الجامعة مترجمة إلى الإنجليزية لكل سنة من سنوات دراسة البكليوس ونسخ مصدقة عن درجة الماجستير إضافة إلى شهادة الماجستير شهادة انتحان الآيلتس بدرجة ستة بون فايف أو أعلى ده اللحظنا أنه دائماً الآيلتس بدرجة درجة ستة ونص وأعلى دائماً تركيلنا لما إحنا نقدم من امتحان الآيلتس أن يكون درجة من ستة ونص وأعلى عقل موقع ما بين الجامعة والمتقدم في المنحة يعلن فيه المتقدم أنه سيعود إلى فلسطين وإلى عمله في جامعته بعد إنهاء دراسة ما هي الشروط التحل للمنحة؟ يجب على المتقدم أن يكون مواطن فلسطيني يقيم في الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب أن يكون المتقدم موظفاً حالياً في جامعة فلسطينية تقوم بترشيب المنحة ويجب أن تكون هذه الجامعة واحدة من الجامعات الفلسطينية المشاركة المصفورة أدناه يجب أن يكون المتقدم الحامل لدرجة الماجستير من جامعة فلسطينية في معدل جيد جداً على الأقل أو درجة مثل اليوسف ومعدل لا يقل عن ثلاثة بونت في الجامعة البريطانية بما يعادل معدل الثمانين في جامعة المعالية لا يوجد سن معين عند تقديم الطلب وعقد موقع ما بين الجامعة والمتقدم بالمنحة يعلن فيه المتقدم أنه سيعود إلى فلسطين وإلى عمله في جامعة بعد انها تدرسته يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على جامعة التهام آلس في معدل أقل للبرنامج الذي يريد الالتحاط به والجامعة التي يتقدم لها عادة ما يفترض أن لا تقل الدرجة عن ستة بوينت خمسة ستة ونصف وقد تطلب بعض الجامعة تعدل الأعلى نتقدم للبرنامج على كل متقدم أن يتواصل مع منصة الجامعة المذكور في القائمة أدنى مؤسسات التعليم العالي المشاركة هي في المملكة المتحدة الجامعة الأساسية والعديد من الجامعات المرموقة في بريطانيا الجامعات الفلسطينية المشاركة هي جامعة الزهر الجامعة الإسلامية في غزة جامعة غزة جامعة الأقصى جامعة القدس المفتوحة غزة جامعة فلسطين الكلية جامعية العلوم التطبيقية جامعة بإطلاحة جامعة فلسطين الأهلية جامعة بابزريت جامعة النجاح الوطنية والجامعة العربية الأمريكية وجامعة بوليتيك فلسطين وجامعة الخليل وجامعة التقنية الخضوري وجامعة القدس المفتوحة أما من ناحية تفاصيل الاتصال هنا طبعا جامعة الأقصى طبعا هو المندوب كامل فطاير هذا كل جامعة لها منصق ولكن نحنفها من هذه المنحة يستفيد منها الناس اللي مشتهروا في الجامعات الفلسطينية وحبين انهم يطوروا الفصول يقدموا بهذه المنحة بأمل انكم استفدتم من هذه المعلومات من شو إذا حبيتوا هذه المحاضرة توصوش اللايك والاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة